الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام المهددين وعلى أزواجه ومن اقتفى أثره وآله أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله نقتبس اليوم من مشكات السنة دعاءً عظيمًا لعل الله تعالى أن يستجيبه منا ونحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام مع ضنك المعيشة وضائقة الحياة ومشاكلنا الصحية وما نعانيه من آلام في جوانب حياتنا أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه عشر سنين قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال هذه الأمور ثمانية كان يستعيز منا النبي صلى الله عليه وسلم وهي مقسمة على أربعة أزواج بين كل سنين علاقة وفرق وهذه الأمور الثمانية متمعة يا أخواننا تفسد على الإنسان قلبه وبدنه وما يحيط به من الأمور الخارجية فأما الهم والحزن فيفسدان القلب وأما العجز والكسل فيفسدان البدن وأما الجبن والبخل فيفسدان علاقة الإنسان بمن حوله فإذا استعاد الإنسان من هذه الأمور جمع صلاح القلب وصلاح البدن وصلاح حاله مع من حوله من الناس وهكذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قليلةٌ في عباراتها واسعةٌ فيما تضمنت من المعاني قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والهم والحزن بيناتم فرق بسيط الهم يكون من الأمور المستقبلية والحزن يكون من الأمور الماضية ولهذا لما جمع الله تعالى لأوليائه الصالحين نعيم الدنيا والآخرة قال تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أي لا خوفٌ عليهم فيما يستقبلهم من نعمة الله في الدار الآخرة وراغَدِ الْعَيْسِ وَالْقُرْبِ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ جِدَّامٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا فإذن يا أخوانا الهم مسكِلَة ويفسِدُ عَلَى الْإِنسَانِ قَلْبَهُ والمهموم لا يستغر له علم ولا يصف له بال ولا تطيب له حياة ولهذا قال العلامة ابن حجر في شرح هذا الحديث قال بعض السلف إن الهم يذهب من قلب العبد يعني من العلم ومن المعارف ما لا يعود إليه إلى يوم القيامة الهم مشكلة ولهذا تجد الإنسان المهموم لو سألته ممكن ما يسمعك ولو اتكلمت معاه ممكن ما يجيب لك خبر ذاته لأنه مهموم ولهذا كان يعني ذهاب الهم وذهاب الحزن مما يذكره المؤمن من النعمة يوم القيامة قال تعالى وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ونحن اليوم يا أخوان ما أحوجنا إلى هذا الدعاء لأنه نحن في قلوبنا الآن يعني شيء عظيم من الحيرة فيما يخص مستقبل هذه البلاد ومستقبلنا في أنفسنا وفي بيوتنا عيالنا كيف يتربوا وفي أي متمع كيف نحصل أرزاقنا كيف نقدر نحافظ على وظائفنا ومصادر أرزاقنا دي كلها يا أخوان أشياء بتشغل تفكير الإنسان كل يوم أنت بتفكر وظيفتي دي أنا بتنفع ولا ما بتنفع شغل دي مستقبلي ولا لا أولادي حيقروا وين حيدعلموا يا تعلم عنها عمل شنو في الدنيا الهمومة البتراودة دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تدعو بالدعى دي شاني شيل منك كلها اللهم إني أعوذ بك من الهم في الشي اللي قدام والحزن ما تأسف على ما مضى ما تأسف على ما مضى لأنه اللي مضى ده راح خلاص ثاني ما برجع ما تأسف عليه وعلاج الموضوع دي أخوان مع الدعاء العقيدة الراسخة لمن تكون عقيدتك في الله قوية بدعالي لك الموضوع ده النبي عليه الصلاة والسلام قال وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكْ وَاعْلَمْ أَنَّمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكْ وَأَنَّمَا أَصَابَكْ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكْ سَلِّمْ لِيَا قَضَى رَبَّكْ وَاتُوَكَّلْ عَلَيْهُ وَفَوِّضْ أَمْرَكْ لِلَّهِ ما بيصيبك شيء تاني ما عندك مشكلة والناس القلوب فيها غير الله هم بتلقاهم في حيرة وفي حزن وفي هم ليهما القيامة ليه؟ لأنه وكلوا أمرهم اللي عاجز زيهم لو وكلت له أمرك ده عاجز زيك إن كان صالح ولا ما صالح ولا قبر ولا إنسان بيعتقدوا فيه البركة وقل له فوضنا لك أمورنا وخلينا الحمال عليك تخلي الحمال على ذلك ضعيف زيك ضعيف زيك ممكن يكون ميت ربنا قال لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا ما يقوي قلب العبد اعتماده على ربه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون توكل على ربك يا تعندك رب رزاق حليم حكيم عند مفاتح كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائن الصحة والعافية دي خزائن عند الله العلم عند الله المال عند الله الزوجة عند الله ربنا قال لك بس ادعوني وقال ربكم ادعوني السجب لكم تدعو ربنا الغني عند أي حاجة ولا تتلفت لك يا واحد ميت تلقى ناس منكسرين قدام قبر ليه الليلة دي ليه يوم اللي علينا ده منكسرين قدام قبر الواحد بيبكي وخاشع ومتزلل ويسأل في صاحب الضريح تلحقنا وتنجدنا وتبارك في أولادنا ده من أعظم الجهل وضياع القلوب علق قلبك بربك يا والله هو السميع العليم اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك أنعم على نبينا محمد الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال وأعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل بيشتركوا في إنهم الاثنين نوعناً وعالبخل الإنسان ماذا لطلع العند أما العجز فهو عدم القدرة ما قادر أصلاً وأما الكسل فهو عدم الهمة هو قادر لكن ما عنده همة وفي واحد تاني ما قادر أصلاً فإذا تستعيز من الاثنين دي لأن ربنا لو رزقك همة عالية ورزقك مع قدرة على العمل فإن تكسبت دنياك فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل الجبن والبخل الجبن كون أنت ما داير يعني تتبرع بنفسك والبخل ما دار تتبرع بمالك أنت ضنين بنفسك وضنين بمالك ولا خير في بخيل البخيل ما فيه خير يا أخوان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يكرم والمن بطلع ماله دا ما فيه خير والجبن مصيبة ولذلك قالت العرب يعاب الرجل بالبخل وتعاب المرأة بقلة الحياء المرأة الجريئة ما فيه خير والرجل البخيل ما فيه خير لذا كده تستعيز من الاتنين دين من الجبن ما تبقى جبان بين نفسك متى ما استدعى الداعي الشرعي إنك تفدي بين نفسك تطلع طوالي ما ترجع له وراء الأنصار لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار في يوم بدر وبقى بيسأل أشيروا علي قاموا قالوا له كأنك قاصدنا يا رسول الله قل له انفذ إلى ما أمرك الله والله لو خط بنا البحر لخطناه معك وما تخلف منا رجل واحد إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك وما تخلف منا رجل يوم يستدعى الداعي إنك تمرك قدام أمرك ما تخاف وما تتعلم الجبن لأنه نفسك دي اليوم اللي ربنا كاتب تطلع فيه بتطلع لو جبان ولا مقجبان طيب قال وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلُ وَضَلَّعَ الدَّيْنِ الضلع هو الميل الضلع الميل أسا يقول لك الإنسان ده بيطلع بيطلع يعني شنو؟ يعني بيميل في مشوبة رجل واحدة ده الضلع وده كناية عن إنو الدين أسغل كاهن الإنسان أسغل كاهلك تقل عليك الدين لحد ما بجيزي انت مائل ما قادر تمشي كويس وقهر الرجال وفي رواية غلبة الرجال غلبة الرجال ممكن تكون بالدين ذاته الدين مشكلة ولذلك جاء في قصة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على على المسجد فوجد أبا أمامة رضي الله عنه صحابي جليل من الأنصار وجدوا قاعد في المسجد مهموم قال ما بك يا أبا أمامة في المسجد في وقت ليس وقت صلاء انت قاعد ما لك في المسجد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرهقني الدين والهم قاعد في المسجد مهموم من الديون يحلها كيف وده زاته فيه خير المهم إنو يحل دينه كيف ده فيه خير ماذا الجماعة البزاوة الدين مشكلة يجيب غير الرجال لأنه تكون لا يستطيع تواجه المجتمع لأنه مديون تمرك تفتح بابك دعاين بي جاي ودعاين بي جاي حيث تمرك تلفونك ما بتقدر ترده ده غير الرجال ذاته إذا يومك التقمى مديون التلفون ده وأول ما يدوك بترفع قبال مدعاين اللي ده منه ذاته قاله ما عندك أي مشكلة ظهرك فاضي لكن غير الرجال يومك التقمى مديون بتكون زليل إذن يا أخوانا ما أحوجنا نحن هذه الأيام إلى هذه الكلمات الجميلة محتاج لها والله ندعو بها كثير ربنا يشيل همنا المستقبل وربنا يحل يعني همنا الفات ينسينا له وبعد ذاك في بقية أمورنا يقويك في حياتك هذا الدعاء في وسند لك في قلبك وفي عافتك أنت في دنياك وفي أخراك في وسند لك عظيم أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داع اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجبر كسرنا اللهم احمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين من الأوباء والأوجاع والأسقام يا رب العالمين عافنا عافية تامة وارحمنا رحمة واسعة وقوم إلى الصلاة ارحمكم الله